اولا العادة السرية على المعدة والتحاض بالنسبة على لسان الممارسين العادة السرية وهم طبعا حضارك عافلين العادة السرية او الاستمناء او ادمان الاستمناء محتشف جدا بين الشباب والفتيات على لسانهم على اسئلتهم التي تتضاود على النت يقولوا بعد العادة السرية يرامل يشعروا بتهب بتعب وهن الام اسفل ظهر الام في الاعضاء التنسلية بيشعروا باحتقان في الحوض بيشعروا بتشتت ذهني وفقد التركيز بكفة النوم هذا يكون دكتور محمود من جراء العادة السرية كل هذه الكلام من الصراع النفسي الذي يكون اثناء ممارسة العادة السرية لان الذي يمارس العادة السرية يعلم انها حرام يعلم انها تتعب يعلم انها لها تأثير مضاعفات سنسكتوها فيها بعد الزواج ورغم ذلك يمارسها فهو يمارسها هو في صراع يعني قد يمرز الشاب العادة السرية بعد الزواج هذا كثير لان العادة السرية ادمان ادمان الاستمناء فحتى بعد الزواج يحدث ان الشاب يكون يعيش في خيالات معينة يتخيل اشياء معينة اثناء الممثل يعني انا حضرتك على سؤال دكتور انه يشعر بموتع بالعادة السرية قبل الزواج لا يجدها بعد الزواج مع زوجته بالضبط لا يجد الاشباع الجنسي مع زوجته وزوجته كذلك فيحدث انه ممكن يواسع على سرية اثناء الزواج يعني طبعا بتعمل مشاكل اجتماعية كبيرة جدا ما بين الرجل وبين المرأة الحاجة التانية كمان المشاكل النفسية للعادة السرية ان الممارس العادة السرية او المدمن للاستبناء لهم ان تجده منطوي لان هي عادة سرية تلاقيه خجول تلاقيه يشعر في نفسه بالاحتقار بالمزلة يشعر بداخله انه هو مزدوج الشخصية انه هو مناثق امام الناس انسان جميل ورائع ومؤدب ومحترم لكن في بيته في غرفته عندما تغلق عليه الابواب يفعل هذه العادة فطبعا تخلف اثارات نفسية كثيرة جدا هناك اثارات بعد حتى الزواج وبعد الممارسة الطبيعية التي فطر النص عليها اللي هي صورة القصف كثير جدا من اسباب صورة القصف اسباب نفسية نتيجة ادمان العادة السرية او ادمان الاستمناء فبالتالي لا يشبع زوجته بالضبط وبيحدث مشاكل اجتماعية لانه هو بيجد بديل عن الزوجة في العادة السرية والزوجة ان كانت هي تمارس ايضا العادة السرية تجد بديل عن الزوج فيحدث مفارقة ممكن ما بين الزوجين لسبب بصير مثل هذا يعني دكتور ايضا مرة قد استمت بالعادة السرية اكثر من استمت بزوجها اذا كانت مدمنة واذا كانت العادة السرية تمكنت منها وعاشت بخيالاتها وعاشت في واقع يعني عاشت في خيال لا تجده في الواقع